فابيانو سانتا كروتش نجم نابولي وبرما الإيطالي السابق طبعا معنا على التليفون في فقرة يمكن لعشاء الدوري الإيطالي الحقيقة هيرجع بشكل كبير جدا يستعيد جزء من جماله ومنافسته القوية والصراع على القمة بين الكبار يبدأ مع سبالاتي بيقدمين موسم استثناء الحقيقة وخصوصا أنه البعض كان متوقع أنه نابولي يتراجع في ظل استغناء عدد كبير جدا من النجوم زي إنسيني وزي كوليبالي لكن حقيقة نابولي بيقدم نسخة استثنائية بفكرنا بالنابولي مارادونا في التمانينات خلينا ناخد رأي فابيانو سانتا كروتش نجم نابولي وبرما معنا على التليفون كان مفترض طبعا يبقى فيديو كونفرنس لكن طبعا مشاكل تقنية منعت ده خلينا نرحب بيه على شاشة الأهلي أهلا وسهلا بك شكرا لكم شكرا جزيلا شكركم خليني أبدأ الحياة مع الموسم الرائع والاستثنائي بداية هل تتوقع أو تعتقد أنه فرص نابولي في تحقيق اللقب هي الأكبر أم أنه المنافسة من وجهة نظرك حسمت بفعل ونابولي هو بطل النسخة الحالية من الكلشو الإيطالي نعم نعم لما لا نعم وهو فريق رائع وفي المقدمة ويفاجئنا دايما بانتصاراته الساحقة لا سيما على الفرق الإيطالية فكما رأيتم فوزه بثلاثية وقابل لا شيء نابولي فريق في الصدارة على الرغم الحقيقة من استعادة الدوري الإيطالي جزء كبير من قوته ومنافسته وجه يمكن شوفنا حتى يمكن بعد سيطرة وهيمنة من اليوفي لسنوات طويلة جدا استطاع الإنتر أنه يحقق اللقب ثم الميلا والسنة دي يمكن يكون نابولي هو الأقرب لكن خلينا كلمك كمان على فرص نابولي إذا كانت الفرص كبيرة جدا في حسم لقب الكلشو أو لقب الدوري الإيطالي فخلينا كلمك عن فرص نابولي أيضا في تشامبينز ليج إزاي شايف مشواره وإزاي شايف فرصه في تحقيق اللقب في نسخة الحالية من تشامبينز ليج نعم أعتقد أنه بهذا المستوى يستطيع أن يصنع إعجازا كبيرا ففرصه أكبر من لغربول وفرصه أكبر من أي ناد آخر نادي نابولي قد حقق واحدا وخمسين هدفا في المقدمة الهجومية واستطيع أن يصنع العديد من المفاجآت ويستطيع أن يتغلب على جميع الفرق فلما لا نراه في النهائي لما لا نراه يحقق اللقب ويعود للصدارة مرة أخرى نسخة نابولي السنة دي في الموسم الحالي تحت قيادة سبالتي كثير بيعتقدوا أنها النسخة الأقرب أو الوريس الشرعي لنسخة نابولي مارادونا اللحاء لقب الكلش طبعا مع الأسطورة الأرجنتينية دياجو أرماندو مارادونا هل بطفق مع وجهة النظر دي ولا لا نعم نابولي مارادونا مستقلة عن نابولي الآن لكن نقول ونعطي كل جانب حقه أن نابولي الآن أيضا رائعة لكن لا استطيع الحكم بأنها مثل لاعب نابولي لا يكون مثل مارادونا لكن عندنا خفيشة ولاعبون آخرون يستطيعوا أن يكونوا في المستوى الذي حققه مارادونا لكن كانت مختلفة في كل الأحوال إزاي بتشوف دور سبالاتي الحقيقة اللي نجح بنجوم يمكن ما كانتش معروفة قبل بداية الموسم لكنه نجح بتوليفة جديدة مختلفة ما بتعتمدش على يمكن أسماء برزة قوي أو نجوم من الصف الأول أنه يقدم فريق في منطقة القوة وينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي وينافس أيضا بقوة ويقدم عروض قوية جدا في بطولة دوري الأبطال نعم سبالاتي رجل أقول دوما عنه ذو عقلية فازة نعرفه على النحو الشخصي فهو له دوما تكتيك وتخطيط مختلف هو يرى أن يدفع دوما بلاعبين جدد ويصنع منهم نجوما كبارا نحن نرى الآن نجوما ربما لم يكونوا بارزين مثل النجوم العالمية التي نعرفها ولكن هم برزوا فعلا يمكن كثير من التقارير ابتدت تتكلم على رغبة عدد من كبار الأندقة في أوروبا في الدوليات الخامسة الكبرى يعني في أنها تشتري عدد من نجوم فريق نابولي يمكن كمان أربط ده أو جزء من سؤالي مرتبط بأنه كثير توقع أنه مستوى نابولي يتراجع بعد رحيل الأسماء التقيلة أو الأسماء النجوم البارزة في صفوف نابولي زي إنسيني طبعا نجم الكرة الإيطالية زي كاليدو كوليبالي مدافع الدولي السنغالي ورغم كده ده ما حصلش هل بتشوف أنه نابولي قادر على الحفاظ على الأسماء اللي بقت نجوم في الكرة الأوروبية في التوقيت الحالي ولا بعد انتهاء الموسم ممكن يروحوا لأندية تانية نعم ولكن من الصعب انتقال خفيشة أصلا نعم نعم من الصعب أن ينتقل إلى أندية أخرى نعم قد تلقينا العديد من الطلابات من نوادي كبرى يسعون أن ينضم إليهم خفيشة وبعض لاعب نابولي لكن أنا تكلمت مع خفيشة فقد أكد على بقائه في نابولي رغم لمعانه وبريقه في نابولي لا سيما في هذا الموسم الكلام على فيكتور أسمين والكلام أيضا على خفيشة جفاراتسخيلية طبعا نجوم النابولي في الموسم الحالي نعم أعتقد أن موسمين ربما يترك نابولي لكن خفيشة لا فقد نعم طيب لو كلمتك على بقية الانتدابات هل في تفكير من إدارة نادي نابولي في دعم الفريق بصفقات تانية هل في اهتمام ببعض النجوم المميزة في أوروبا بالنسبة لنابولي لا أعتقد هو شيء طبيعي أن نضم أيضا لاعبين آخرين ولكن في هذا الموسم معنا من اللاعبين الكبار مثل خفيشة موسمين كما قلتم بالضبط أن هؤلاء لاعبين كبار لا يمكن لنا أن نشتري أو نبادر لانضمام بعض اللاعبين الآخرين فعندنا ما يكفينا من النجوم في بعض الأراء والتخارير اللي كانت بترصد أنه فكرة تفوق نابولي الموسم ده رجع إلى حد كبير للمشاكل ولتراجع مستويات الكبار في إيطاليا زي الميلا وزي الإنتر وزي اليوفي طبعا اللي بيعني بشكل كبير مش الموسم ده بس يمكن لعدة مواسم ليس له علاقة يعني أنا من وجهة نظر أن هذا ليس له علاقة ولكن نابولي فريق متفوق يموت ويحيا من جديد فكلما قلنا أنه قد مات فريق نابولي نقول أنه قد أحياه سباليتي من جديد وقد جعله متفوقا وجعله في الصدارة لذلك لا أعتقد أن هذا ليس له علاقة الإنتر في مستوى ونابولي في مستوى كما تروا أن نابولي يلقب بالوحش أو كما يلقبه بعفريت إيطاليا إزاي بتشوف خروجه من الكاس ومطولة الكاس الإيطالي وخسارته أمام سبيزيا مباراة رائعة رأيت المباراة بأكملها وتابعتها وتابعت تحركات اللاعبين وخططهم وكيف كانوا يتحركون تجاه الكرة نعم ونحن دائما نفاجأ بانتصاراته السائحة كانوا رائعين من من الأندال إيطالية؟ أنا عرف طبعا أنك إنت لعب سابق في نابولي وروما أو نابولي وبرما أعتقد لكن خليني أسألك سؤال عن الكرة إيطالية عموما ويمكن هي بعيدة عن الفكرة التتويج بعدما كانت مسيطرة طبعا أندال إيطالية لسنين طويلة كنا بنشوف دائما الميلان والإنتر واليوفي على منصات التتويج في أوروبا في البطولات الأوروبية رغم طوك باليوروبا ليجي يمكن الموسم الأخير لكن أو قبل الأخير لكن خليني أسألك مين من الأندال إيطالية حاليا اللي ممكن يرجع مرة تانية أو يرجع الكرة الإيطالية مرة تانية تنافس على الألقاب الأوروبية أعتقد أن روما تقوم بعمل مشروع جديد لإعادة نفسها من جديد لإعادة الصدارة مرة أخرى نحن الطليان ننظر إلى الفريق ولا بد أن يتفوق أكثر من فريق في وقت واحد فأعتقد أن روما سيتفوق من جديد نسخة نابولي مع سباليتي الحقيقة بتقدم كرة محترمة جدا وعرفت عشاء الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي بأسماء على أعلى مستوى ونتمنى طبعا لنابولي التوفيق في السنوات اللي جاية عشاء نابولي في التمانينيات رجعوا مرة تانية طبعا في الوقت ده نضم بعد تتقلقوا في كاس العالم 86 في المكسيك ديجو أرماندو مارادونا لفريق نابولي وكانت الحقيقة نسخة استثنائية حققت الكتير في الدوري الإيطالي ويبقى للكرة في إيطاليا عشاءها وقاعدة جمهرية عريضة جدا في مصر أرجو التوفيق طبعا لنابولي في سواء دوري أبطال أوروبا أو في الكلشو الإيطالي بشكر طبعا فابيانو سانتا كروتشي نجم نابولي وبرماء السابق نستقبل بعد الفاصل نجم حلقتنا النهاردة كابتن رمضان السيد والحديث بقية عن الموندياليتو ترجمة نانسي قنقر